اشتركوا في القناة مثل ما انا اعودكو انه رح تكون من اليوم الخميس لغاية يوم الجمعة 17 الشهر يعني من 9 الشهر لغاية 17 سبعة طبعا المعروف انه انا دائما بذكر في البداية انه اسمع برجك واسمع طالعك فيه اشخاص بقولك ايش طالعي طالعك اللي هو البرج اللي بكون في ساعة ميلادتك بالافق طبعا عشان تعرف طالعك اذا انت ما تعرف طالعك فيه رابطين او ثلاثي موجودات في صندوق الوصف فيهم طريقة الشرح او الاشي كيف تستخدم الموقع وفيه موقع لا استخراج الطالع منه وبرضو فيه برضو للي ما بعرف الساعة بالدقة او ما بعرف الوقت برضو فيه منزل رابط انا بشرح لك صفات الطالع بتشوف مين اللي اقرب لا اليك بتسمع توقعات اليوم بتشوف التأثيرات هل بتنطبق عليك ولا لا ادمج بالتوقعات ما بين توقعاتك اللي انا بحكيها مثلا عن البرج واللي بحكيها عن الطالع لهو البرج الثاني ادمجهم مع بعض عشان تعرف انت ايش التأثيرات اللي عليك عسا اذا انت سمعت توقعات اليومية مثلا وجدت انه برجك هو الغالب بالتوقعات والتوقعات بتنطبق خذ بس برجك لحالوه اذا شفت الطالع هو اللي بانطبق عليك خذ طالعك بس انا دائما بحكي انه خذ لاثنين مع بعض بيكون افضل طبعا الاسبوع هذا في شوية احداث رح نذكرها بتفاصيل وخصوصا لكل برج لما نوصل لعنده ايش التأثيرات اللي بتصير عليه بسبب زوايا رح تكون صعبة طبعا مش بالطريقة اللي خوفوا فيها وارعبوا فيها الناس وفي نفس اللحظة رح نحكي في البداية عشان ناخذها بالتسلسل انه ايش الايام اللي رح يتواجد القمر في البروج خلال هذا الاسبوع فمن اليوم الخميس ولغاية صباح يوم السبت القمر بكون موجود في الحوت وبعدين من صباح يوم السبت 11.07 لغاية مساء يوم الاثنين 13.07 بكون القمر موجود بالحمل من مساء يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الخميس القمر بتواجد في الثور من صباح يوم الخميس ولغاية ما بعده طبعا للجمعة وما بعد الجمعة القمر بكون موجود بالجوزة طبعا احنا لانه يوم الخميس من نزل التوقعات للأسبوع فانا بعطي دائما مجال كمان ايام لقدام على اساس انه الواحد ياخد مدى اللي مثلا اللي بسمع توقعات يوم الجمعة يبقى معاه مسافي اللي بيبقى معاه يعني اللي اوافق ما بين اراء الجميع او طلبات الجميع على انه انزلها خميس ولا انزلها سبت طبعا خلال الاسبوع هاد عنا عطارد احنا بيتراجع يوم 12 الشهر اللي هو يوم الاحد عطارد بيوقف عملية التراجع ولكن نحوسته بتظلها موجودة رح تظلها مستمرة لغاية يوم 15 الشهر يعني ثلاث ايام ما بعد ايقاف التراجع تبعه فمنقدر نحيا يوم 15 الشهر بتنتهي الاثار السلبية لتراجع عطارد بتصير الاجواء ايجابية وفي نفس اللحظة من بعد هاي الفترة تصلح عمليات التجميل وتصلح امور الزواج وامور الارتباط عشان يكبر الفترة الماضي قلنا في الزهرة كان انه ما تعملوا ما تتجارؤوا لانه دائما ممكن يكون في مخاطر كبيرة لامور التجميل وخصوصا الزهرة وعطارد كانوا يتراجعوا مع بعض عطارد لحاله اساسا بمنع هاي الامور مجرد يوم 15 الشهر خلاص بتصير الاجواء ايجابية بصير هاي الاشياء كلها بامكانك انت تعملها باي يوم اذا بدك انت يعني تاخذ الدقة في الموضوع بتتابع الامور اللي هي التوقعات اليومية لما نحكي انه القمر موجود في ابراج حليفة للك اللي هي الابراج مثلا انت برجك اللي نفترض مائي لما تكون القمر موجود في الابراج المائية او الابراج الترابية معناته بتناسب انك انت تعمل اي اشياء تجميلية او اي عمليات صغرى اذا كنت مثلا برج ناري معناته معروف انه الابراج الهوائية والابراج النارية هي اللي بتدعمك بقوة اكثر واذا كان من نفس عنصرك بكون افضل يعني اذا كان الاسد لما يتواجد القمر في القوس او يتواجد بالحمل معناته الامور ايجابية بالنسبة للك او عندك طيب عشان ما نطيل عليكو يوم 14 الشهر اللي هي هاي الزاوية اللي فيه ناس قاعدة بتروجلها وبتحكي عنها على انها هاي المدمرة وهاي المرعبة وهاي اللي راح تعمل الكوارث بالفترة الجاي اللي هي زوايا التقابل اللي راح تكون يوم 14 سبعة بين الشمس وبين المشتري ويوم 15 سبعة راح تكون بين الشمس وبين بلوتو ويوم 20 سبعة راح يكون تقابل الشمس مع زحل فهاي الايام بقولك هاي ايام الكوارث هاي ايام المصائب هاي ايام الحروب والدمار والعنف والمشعارف ايش اول اشي هاي الزاوية مش اول مرة بتتشكل خلال هاي السنة فيه زاوية اصعب منها تشكلت بين الكواكب هاي نفسها مع بعض في شهر اربعة فمثلا يوم 14 اربعة الشمس عملت تربيع مع بلوتو ويوم 15 اربعة عملت الشمس تربيع مع المشتري ويوم 21 اربعة عملت الشمس تربيع مع زحل طيب لا شفنا حرب ولا شفنا دمار ولا شفنا كوارث ولا دمرت الدنيا ولا دخلت الدنيا في بعض ولا هاي كلها هاي الامور وعلما انه زاوية التربيع اخطر من زاوية التقابل فعشان هيك منقولكو انه هاي الفترة صحيح فيها نوع من انواع الضغوط ولكن الضغوط هاي بتيجي على اشي واحد بس اللي هو احنا بناخد اهم كوكبين موجودات منتحسات بكونن بالفترة هاي اللي بعطن طاقة سلبية لا المشتري بيعطينا طاقة سلبية ولا زحل بيعطينا طاقة سلبية لانه نسبة النحوص ضعيفة الشمس منتحس الصحيح ولكن بلوتو منتحس معناته الزاوية الوحيدة اللي احنا راح نركز عليها هي زاوية الشمس مع بلوتو وبرضو لو اجينا بدنا نركز على باقي الزاوية زي ما ذكرنا او التواريخ اللي احنا ذكرناها بنذكرها على نفس التأثيرات على نفس البيوت على نفس الاحداث اللي هي اول اشي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين هسا لما نيجي نشرح كل برج بنحكي تسيطر على ايش وتفرض سيطرتك على ايش تدير بالك من ايش طبعا نذكر الشمس وين موجودة بالنسبة لبيتك ورح اذكر انا بلوتو وين موجود وايش التأثيرات اللي عليه فلو حكيتها عن الشمس المشتري او الشمس وزحل او الشمس وبلوتو هي نفس التأثيرات وبما انه هي يوم 14 ويوم 15 معناته اخر يومين من التأثيرات الكبيرة اللي هي اساسا بيكون عطارة بتراجع فيها دوليا ممكن يكون فيها نوع من انواع يعني ثور اعمال عنف قرع لا اهداء يعني امور الها علاقة بالتهديدات او التصعيد للامور المواجهة او العنف او الاشياء هاي ولكن ما بتدل على حرب يعني ما بتدل على حرب انها تستمر اسبوع او شهر فهمتوا علي لانه هاي تأثيراتها يعني اقصى حد لالها خمس ايام خمس ايام قبل الحلقة انتو شايفين الوضع ماشي مشحون الامور سياسيا في بعض الدول ولكن ما بتعطينا اللي هي رابط انه هاي لها حرب الان هم اخذوها على جانب ايش اخذوها على جانب انه اه والله هيها في ليبيا معناته بدها تدخل مصر معناته الحرب طاحنة ما حرب ضروس بدها تصير في ليبيا طيب يا عمي انت بتحكي هيك بس الفلك بحكي اشي عكس اللي انت قاعد بتحكيه اذا انت فلكي بدك تجرد حالك من الاخبار تجرد حالك من الاوضاع السياسية عشان توقعاتك تكون منطقية وصادقة تخلط الدنيا في بعض اخبار وسياسة وتحليل اشخاص وتحليلك انت وتربطها للفلك هيك انت قاعد بتكذب وصلت المعلومة يعني في الايام هاي ممكن تحتد الامور في بعض الدول ممكن تظهر بعض القلاقل في بعض الدول او التهديدات لبعض الدول ولكن بترجع بتخفت بعد خمس ايام يعني بتستمر ما قبل بخمس ايام وبعد بخمس ايام يعني مدتها عشر ايام فقط لا غير فهاي ما اعتقد انه هي حرب طويلة وحرب ضروس راح تكون في خلال عشر ايام وفي نفس اللحظة ما فيه اساسا اشي يظهر لا امور الها علاقة بهاي الامور ممكن يصير فيه تقلبات على المستوى المالي او المستوى الاقتصادي او ظهور بعض المشاكل الاقتصادية او السياسية لا الها علاقة لا بفيروس ولا بكورونا ولا تجدد مش عارف ايش ولا هاي كل الامور وصلت خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية لكل برج على حدة ونشوف ان شاء الله انه بحاول قدر الامكان اني انا اركز على اساس ان اوصل الكل معلومة بكل بساطة للكل يستفيد منها خلينا نروح على التوقعات برج الجوزاء طبعا قبل ما ندخل احنا ونحكي عن الابراج لازم نحكي عن الكواكب وتأثيراتها وايش اللي بتعطيك اياه وايش اللي ممكن السلبيات اللي تأثر عليك فعشان هيك اول ايش منيجي على الشمس وعطارد اللي بيتراجعوا موجودات في بيتك الثاني هدولة شوي بحدث بعض الاشياء المفاجئة او التسلط على امور مالية اما انك انت بتتسلط على اشخاص انت بتداينهم او بتتمنن عليهم او بتحاول انك انت تساومهم على امور مالية حاول انك انت ما توصل للمرحلة هاي في منكم ممكن انه يحاول انه يستدين اموال او يوخذ اموال يعني بالغصب فحاولوا برضو ما تلحوا في الامور هاي وما تفرضوا سلطتكم وتحكمكم في الاشخاص اللي بتعرفوهم وخاصة اللي لهم علاقة في الامور المالية اما بالنسبة للبيتر اول فالبيتر اول مدعوم بالزهرة فعشان هيك ثقتكم بانفسكم عالي جدا بالفترة هاي وبرضو عندكم جراءة وثقة بالنفس والنفسية مرتاحة افضل من الفترة الماضية وبرضو ملفتين للنظر وبتحمل هاي فرص لامور الها علاقة بالارتباط او الها علاقة بالمعارف الجديدة او علاقات غرامية جديدة اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هاي اللي موجود فيه برضو البلوتو موجود المشتري وزحل وهذولا بتراجعوا في برج الجدي فبرضو منقول لك حتى على الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة يعني ما تحاول انك انت تفرض سلطتك على الزوج او على الزوجة لاخذ امواله او اخذ منه اموال او اخذ منه ما يمتلك بالاكراه او بالاجبار او بالهاي طبعا ما رح تكون موجودة عند الكل ولكن هي من تأثيرات الكواكب فالاغلب اللي عندهم ضعف في هاي النقطة ممكن انهم يتأثروا من هذا الموضوع اما بالنسبة للمريق طبعا في بيتك 11 فهو بعمل نوع من انواع العصبية والحدية اثناء التعامل مع الاصدقاء اما بتتعرف على اصدقاء وبتغامر وبتتجارة لابعد الحدود واما بتحاول تفرض سلطتك عليهم او يعني شوي تكون عصبي معاهم او تتحكم في شؤون حياتهم فعشان هيك ممكن يصير فيه خلاف وممكن برضو تدخل بمواجهة مع صديق او تكتشف صديق بالفترة هاي فتدخل بمواجهة عنيفة معه اما بالنسبة للبيتر اول فطبعا اه 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 ا يعني هونا نبتن بيأثر بشكل البيت العاشر عفوا اه بيأثر بشكل سلبي جدا فعشان هيك بيتحكم في امور العمل والمسؤولين عن العمل والعلاقات العامة هاي بيخلي فيه نوع من انواع الرهبة او الخوف او الشك فيهم انهم بتآمروا عليك او بيحاولوا انهم يستغلوك او يستدرجوك او اشياء من هذا القبيل لا تخلي الوسواس انه يسيطر عليك بهذا الكم اما بالنسبة لبيتك 12 طبعا اورانوس موجود في بيت المتاعف وهو بيحدث شغلات متفاجئة او مفاجئات فعشان هيك بتلاقي حالك دخلت في دوامة التقلب بالمزاج ما بين ايجابي وسلبي ما بين مرتاح ومش مرتاح ما بين تعبان ما بين نشيط يعني هاي التقلبات كلها من وجود اورانوس وبعض الاشخاص بشعروا بالامراض اللي بتيجي بشكل مفاجئ او التعب اللي بيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للتوقعات الاسبعية طبعا بدك تحاول تستغل لانه ما في فترات طويلة يكون القمر لصالحك فيها من الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بيكون موجود في الحوت فهاي الفترة مناسبة يعني للي بيعملوا في مجالات اه الها علاقة بالعمل او علاقتكو مع زملائكو علاقتكو مع اه رؤسائكو بالعمل ممكن ترغبوا في تعزيز بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل او تقديم للعمل اه ممكن تل يلقى على عدقك مسئولية صعبة وتعيش تجربة مهمة ويتقرر بعدها مصير مسألة ما كون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش او سهو يتسببوا باخطاء لا تغتفر من صباح يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بيصير موجود بالحمل فعشانيك بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة بتفرح بدعم من جهة ما قدم حلول معتدلة عشان تحظى بتحالف جيد ممكن في هاي الفترة تنشط بالمناسبات الاجتماعية او اللقاءات او الدعوات من مساء يوم الاثنين وحتى صباح يوم الخميس القمر بيصير موجود بالثور فعشان هيك بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم لا تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الافكار عندك بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للامل من صباح يوم الخميس طبعا القمر بصير موجود عندكم فعشانك بتبدو مرحلة جديدة بتصير عندكم القدرة على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها فبتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات كون جدي وموضوعي في تنظيم الامور حدد اهدافك واولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع او انجاز كثير من المهام خلال الفترة هاي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء